مع دخول التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يومه الخامس توالياً يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة مستهدفاً مئات المواقع وسط تحذيرات من كوارث إنسانية تهدد مئات الآلاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إن أكثر من مئاتين وستين ألف شخص نزحوا إلى مناطق أخرى أكثر أمناً في قطاع غزة بما في ذلك مدارس منظمة الأونروا محذراً من موجات نزوح أكبر في حال استمرار القصف وبن جانبه قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنة إن الوضع في القطاع كارثي ويتجه للإنهيار الكامل في ظل نقص كبير بالأدوية والإمدادات الطبية مطالباً بتوفير ممرات إنسانية للقطاع لتقديم الإحتياجات الطبية والإنسانية للمتضررين وبدورها قالت رئيسة مكتب منظمة الطباء بلا حدود في فلسطين سارا شاتو إن الوضع في غزة كارثي جراء التصعيد الأخير مشيرة إلى أن المنظمة نقلت مراكز عملها إلى أحد مباني الأمم المتحدة في ظل القصف المتواصل وذلك بعد تحذيرات منظمات طبية دولية بشأن الوضع الصحي بالقطاع ودعت لإنشاء ممر إنساني لدعم جهود الإغاثة الطبية يأتي ذلك في حين حذر رئيس هيئة الطاقة في غزة ظافر منحم من نفاذ الوقود خلال ساعات واستحالة تقديم الخدمات الحياتية الأساسية مضيفا أن ما تبقى من وقود يكفي ما بين عشر إلى إثنتي عشر ساعة فقط ترجمة نانسي قنقر